أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن أبناء الوطن أهل عزيمة لا تنضب وهم الاستثمار الأنجح لمواصلة مختلف مسارات النهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعا أشار سموه إلى أهمية مواصلة دعم الشباب الطموح وفتح الأفاق الرحبة أمامهم للتطوير العلمي بما يسهم في رفعة ولماء مملكة البحرين ويعود بالخير على الجميع جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة من كبار المسؤولين طلبت الدفع الخامس والعشرين من برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية وأولياء أمورهم وأعضاء مجلس إدارة البرنامج حيث هنأ سموه الطلبة بمناسبة اختيارهم في البرنامج ومؤكدا أن جهود أولياء الأمور مقدرة وكان لها الأثر الواضح في تنشئة الأبناء على حب العلم وتشجيعهم على التسلح به من أجل تطوير النفس والوطن متبنيا للطلبة أن يواصلوا المرحلة الدراسية المقبلين عليها وما تحويه من تجارب ومحطات بهمة وعزيمة كما هو معهود منهم قال سموه إنما حققه الطلبة من مستويات متقدمة خلال الامتحانات والمقابلات أهلتهم لنيل فرصة لتحقيق أحلامهم العلمية تعكس ما يتسمون به من عزيمة وإرادة وإسرار لبلوغ الطموحات وهي سمة نفخر بها في أبناء الوطن ونحرص على تشجيعها من خلال مواصلة إثراء الفرص النوعية أمامهم بما ينبي تطلعاتهم الطموحة على مختلف الأصعدة نوه سموه بما يشهد برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية من نجاحات مستمرة عبر مخرجاته المختلفة التي فتحت آفاقا للتطوير في كل مجال معربا عن الشكر والتقدير للقائمين على البرنامج لما ينونه من حرص مستمر على دعم الطلبة وللمؤسسات الداعمة الذين أسهموا بتعزيز مخرجات البرنامج منذ انطلاق البرنامج هذا وقد أعلن برنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية عن أسماء الدفعة الخامسة والعشرين للعام الفين واربعة وعشرين حيث تضم كلا من إبراهيم أحمد محمد عبد الله من مدرسة ابن خلدون الوطنية العنود ماجد محمد العطاوي من مدرسة الإيمان أسيل هاني حسين العريبي من المدرسة البريطانية في البحرين تاليا ميتشيل من مدرسة كينجير كوليج لندن للرياضيات بالمملكة المتحدة حسن حسين مكي العكري من مدرسة الانعيم الثانوية للبنين حسن مجيد عباس أمان من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين ديفا مانوج كيشور باتايا من المدرسة البريطانية في البحرين سارة أحمد حسين حسين من المدرسة البريطانية في البحرين سارة حسن محمد الحمران من مدرسة سار الثانوية للبلد سارة محمد عبد العزيز خليل من مدرسة نوسدرام الكاثلوكية السادسة بالمملكة المتحدة سيد هاشم جميل مصطفى الشرف من مدرسة ساند كريستوفر وعبد الرحمن هاشم عبد الرحمن بن علي من المدرسة الأمريكية بالبحرين علي طالب حسن المطوع من مدرسة لقلقات الخليج العربي فاطمة صلاح عبد الرسول محمد من مدرسة بيان البحرين فاطمة علي حسن إبراهيم من مدرسة الوفاء الثانوية للبلد محمد صفوان رشدي عريقات من مدرسة الرجاء محمود علي عبد الجليل الطريف من مدرسة مدينة حمد الثانوية للبنين مريم حسين علي الأبريق من مدرسة سارة الثانوية للبلد معصومة إبراهيم عبد علي خير من مدرسة كوالتي إيدوكيشن ياسمين أمين أحمد العريض من مدرسة سانت كروستوفر من جانبهم أعرب الطلبة منتسب الدفعة الخامسة والعشرين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما يوليه سموه من اهتمام بمواصلة الاستثمار في أبناء الوطن من خلال إتاحة الفرص النوعية أمامهم ودعمهم وتمكينهم في شتى المجالات اشتركوا في القناة